لم يتم إرسالها من وزارة المالية ولم يتم الانتهاء من إعداد جداولها بعد التصويت على موازنة 2024 في مجلس الوزراء العراقي متأخر حتى الآن والأسباب جميعها تنحصر بعمل واحد جديد أضيف على تخصيصات قانون الموازنة عنوانه خفض النفقات غير الضرورية كان من المفترض أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء العراقي لكن تم تأجيلها بسبب زيادة الانفاق الحكومي والعجز المتحقق داخل الموازنة هذا ما تقوله اللجنة المالية النيابية عن أسباب عدم إرسالها حتى الآن إلى البرلمان العراقي وفي المقابل تقول وزارة المالية الاتحادية إن أسباب عدم تصويت الحكومة على جداول موازنة 2024 هو إعادة مناقلة جداولها بما يحقق خفضا للإنفاق غير الضروري وبينما يتجاوز العجز في موازنة 2024 الثمانينة رليون دينار عراقي تؤكد حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني أنها تسعى من خلال إعادة مناقلة جداول الموازنة إلى الآتي وهو توسيع الإيراد المالي غير النفطي تخفيض نسبة العجز في الموازنة ترتيب أبواب الاستثمار الجديدة وتسريع إنجاز المشاريع الحالية وفيما يرجح خبراء ماليون تأخر إقرار الموازنة شهرا آخر تؤكد مصادر حكومية ونيابية أن جداولها تخضع إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات فضلا عن تعديل كلف المشاريع الحالية وإدراج مشاريع جديدة هذا وعلى الرغم من انتقادات النيابية لتأخر إقرار الموازنة لعام 2024 يؤكد مسؤولون ومستشارون ماليون للحكومة أن الموازنة أقرب إلى الإقرار وأبعد عن التأخير لأن قانونها أقر لثلاثة أعوام وبالنتيجة لا تحتاج إلى إقرار كامل بنودها بل جزء من جداولها أما الأخرى فقد وجدت طريقها إلى التنفيذ اشتركوا في القناة